نبدأ تفاصيل أخبارنا من كرة السلة الكندي الرويرانا المدير الفاني المنطقة بمصر الكرة السلة استقرر بشكل كبير على قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العالم المقبلة وإلى تقام كل الفترة من 25 أغسطس لحد 10 سبتمبر بتنظيم مشترك ما بين اليابان والفلبين وإندونيسيا القائمة اللي استقر عليها المدير الفاني الرويرانا بشكل شبه نهائي ضمت كل من آدم موسى كريم حاتم إيهاب أمين يوسف شوشة عمر الجندي وعمر هشام وعمر زهران باتريك جاردنرد أو يوسف باتريك وعمر طارق وأحمد خلف بيبو وعاصم مرعي وأنس أسامة وانتخبنا يخوض 3 مباريات في دوري المجموعات بالموعيد التالية المباراة الأولى هتكون أمام منتخب لتوانيا يوم 25 أغسطس والمباراة التانية هتكون مع منتخب مونتنيجرو أو الجبل الأسود يوم 27 أغسطس والمواجهة الأخيرة في دور المجموعات هتكون أمام منتخب المكسيك يوم 19 أغسطس مباريات أكيد صعبة ومفيش مباراة في بطولة العالم بتكون سهلة عموما هتكون منافسة حلوة وعودة لمنتخب كرة اليد وعندنا أمل في منتخبنا إن شاء الله أنه يعمل نتائج هيلة في البطولة دي ترجمة نانسي قنقر